الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أعزائي المشاهدين متابعي قناة الأنيس أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله أعددت لكم تحفة من المسائل تتعلق بأحكام الجمع في المرة الماضية تكلمنا عن صلاة المسافر وذكرنا أن المسافر يشرع له القصر كذلك من تخفيف الله على المسافر أنه يشرع له الجمع تكرنا بأن المسافر ربي سهل عليه حيث أنه عنده ثلاث أوقات الصبح الظهر والعصر يستطيع أن يصليهما في وقت واحد يصلي الظهر والعصر في وقت واحد ويصلي المغرب والعشاء في وقت واحد هذا نسموه الجمع إذن لما تسمع الجمع سمعنا الجمع أن يصلي صلاتين في وقت صلاة واحدة لكن نزيد ونوضحه يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر ولا يصلي الظهر والعصر في وقت العصر يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر يعني غادي قدم العصر نسموه جمع تقديم إذا صلى الظهر والعصر في وقت العصر يعني غادي أخر الظهر نسموه جمع تأخير صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم صلاة الظهر والعصر في وقت العصر جمع تأخير كذلك يجمع بين المغرب والعشاء إذا صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب يعني قدم العشاء نسمه جمع تقديم إذا صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء نسمه جمع تأخير إذا صلى المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير يجوز أن يجمع جمع تقديم ويجوز أن يجمع جمع تأخير هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا طيب ما هي الحكمة من هذا الجمع تكلموا في حق المسافر أن هذا من تخفيف الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر ما هي أنواعه تقنى هناك جمع تقديم وهناك جمع تأخير والنبي صلى الله عليه وسلم جمع اذكرت لكم أنه جمع يوم عرفق جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر صلى الظهر ركعتين وصلى بعض الظهر العصر ركعتين وجمعها جمع تأخير في مزدلفة الظهر والعصر صلىها في وقت الظهر جمع التقديم والمغرب والعشاء صلىها في مزدلفة في وقت العشاء جمع تأخير هذا بالنسبة لأنواع الجمع لكن نحب النبو على شيء أن الجمع غير خاص بالصفر يجوز الجمع حتى في الحضر لكن في حالات يجوز الجمع في الحضر لكن في حالات لكن النبه كي نقول الجمع في الحضر يعني وانترك في بلادك تتسكن في الجزائر العاصمة غادي تجمع بين الظهر والعاصر في الجزائر العاصمة وتجمع بين المغرب والعيشاء في الجزائر العاصمة نبقى إخواني أن ما يجوش نزمع العاصر مع المغرب وما يجوش نزمع العيشاء مع الصبح كي ما تقولنا الجمع الظهر مع العاصر ولا المغرب مع العيشاء يجوز الجمع في الحضر وأنت في بلادك في ولايتك في قريتك لكن مع الإتمام يعني كي تتجمع في الحاضر تصلي الظهر ربع ركعات والعصر ربع ركعات وكي تجمع المغرب والعيشاء، المغرب ثلاث ركعات والعيشاء ربع ركعات لكن مشي دائما في حالات منها في حالة المطر ده كان المطر غزير بحيث أن الناس يتأذون بالمطر كنت أخرج تصلي في المسجد؟ غارت يتتأدى بالمطر مثلا فهنا يجوزوا للإمام في المسجد الإمام تكلم عن نفس صلاة المسجد في المسجد يجوج لا يجمع بين الظهر والعاصر ولا يجمع بين المغرب والعشاء وهاني السنة كانت تفعل في بلادينك كيكون الأمطار غزيرة يجوج صلوا المغرب في المسجد ومراهم يصلوا المغرب يسلموا حتى الإمام يقول الموقع بقيم الصلاة ويصلي صلاة العشاء يصلي المغرب ثلاثة والعشاء ربع ركعات حتى يخفف على الناس ما يعاولوش يولوا في العشاء ويتأدىوا بالمطر حتى لو كنت تسكن ملاسق للمسجد دارك حدى المسجد كذلك تأخذ بهذه الرخصة هذه الحالة الأولى وفي حالة الخوف إذا كان خوف يعني إنسان مثلا فالعشاء كان مثلا وقت العشاء كان وقت حضر التجول فيخافوا الناس يخرجوا في العشاء توقع مشاكل يجوزهم في وقت المغرب يجمع بين المغرب والعشاء فيجوز الجمع في الحضر في حالة الخوف في حالة المطر قال ابن عباس رضي الله عنه أو الصحابي جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يعني فالحضر رأسه صلى الله عليه وسلم كان يسكن في المدينة من غير خوف ولا مطر كذلك يجوز الجمع في حالة المرض المستحاضة التي يخرج منها الدم في كل وقت ليس المرأة الحائد المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي هي مريضة لأن الاستحاضة نوع من المرض رخص النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تغتسل وأن تجمع قالها اغتس لي وصلي الظهر والعصر في وقت واحد وقالها اغتس لي وصلي المغرب والعشاء في وقت واحد كما في حديثي حمنة إذن المستحاضة لما كانت مريضة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين صلاتين إذا اغتسلت قال العلماء كذلك المريض واحد مريض ومرض شديد يعني ما يجبش يصلي كل صلات في وقتها كما بعض الناس اللي ربما يفطن عود يغيب يجوز له يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد ويجوز له يصلي الظهر والعصر في وقت واحد ما شاء الله شو الدينك يسهل هذه فائدة معرفة العلم الشرعي كي تتعلم دينك تعربي لهذا الدين دين يسر ولله الحمد كذلك عند الحاجة تخيلوا طبيب غادي يدخل عملية جراحية يدخل مثلا من صلاة الظهر إلى صلاة المغرب لأسما في فصل الشتاء يكون هارق صير عند عملية جراحية من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة السادسة مساء مكاش استراحة يعني غادي أدن العاصر هو في العملية الجراحية بل غادي العملية الجراحية يكملها مع أدن المغرب ماذا يفعل يصلي الظهر والعاصر في وقت الظهر فهذا الطبيب لما كان وقت العملية الجراحية طويل شو رعا له أن يصلي الظهر والعاصر في وقت الظهر كذلك مثلا على سبيل المثال المريض المريض كذلك المريض يدين لها مسيكرة يعني يختن ويغيب ست ساعات فنقول له صلي الظهر والعاصر في وقت الظهر أو صلي المغرب والعشاء في وقت المغرب هذه بعض الأحوال التي يجوز فيها الجمع في الحضر ونبه إخواني لا تلازم بين الجمع والتقصير ممكن تجمع وتقصر في حال الصفر وممكن تجمع وما تقصر في حال الحضر مسائل أتقولها صلاة الجمع لما نجمع بين الصلاتين يكون هذا بأذان واحد وإقامتين ركبها يجمع بين الظهر والعاصر تأدن أذان واحد تقيم الصلاة تصلي صلاة الظهر عاول تسلم تقيم صلاة العصر وتصلي صلاة العصر لا تؤدن أذانين أذان واحد وإقامتين كذلك يجوز لك أن تجمع في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره لا بد من الترتيب بين الصلاتين واحد بغي يجمع بين الظهر والعاصر يقدم الظهر عاول يجيب العاصر بغي يجمع بين المغرب والعشاء يقدم المغرب عاول يجيب العشاء ما يقدمش العاصر على الظهر وما يقدمش العشاء على المغرب كذلك من المسائل أنه لا يتنفل بين الصلاتين كي يجمع بين الظهر والعاصر مش يصلي الظهر عاول يقول نجيب النافلة عاول يجيب العاصر لا يصلي الظهر يقيم الصلاة عاود يجيب العاصر ماذا يفعل احنا نتكلمه في الحذر المسافر ما نتكلمهش عليه لان المسافر الرواتب تسقط في حقه ما اذا كنت جمع في الحذر تصلي الظهر تأدن تقيم الصلاة تصلي صلاة الظهر عاود تقيم الصلاة وتصلي صلاة العاصر بعد صلاة العاصر تصلي ركعتين اللي هي بعد اللي هي ركعتين تع الراتبة البعدية تع الظهر العادة تصلي ركعتين تع الظهر العادة تصلي ركعتين بعد الظهر تصليهم بعد العصر كذلك إذا كنت تجمع بين المغرب والعشاء ودينا هذه فيما سبق إذا كنت تجمع بين المغرب والعشاء أدن قيم الصلاة تصلي المغرب عاود قيم الصلاة وصلي صلاة العشاء بعد العشاء جيب ركعتين تعراتي بالبعدية بعد المغرب عاود ركعتين تعراتي بالبعدية بعد العشاء طيب مسألة إذا كنت تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم في وقت المغرب صليت المغرب والعشاء هل يجوز لك تصلي صلاة الويتر بعد العشاء؟ أتأمل أرا قدمت العشاء في وقت المغرب صليت المغرب والعشاء هل يجوز لك بعد صلاة العشاء مباشرة تجيب الويتر؟ والليلي قد تجيب صلاة الويتر حتى يدخل وقت العشاء؟ التحقيق أنه يجوز لك أن تأتي بصلاة الويتر بعد صلاة العشاء لأن صلاة الويتر المهم تجيبها بعد صلاة العشاء فإذا صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء يجوز لك تصلي صلاة الويتر بعد صلاة العشاء الجمع في الحذر لغير الحاجة يعني واحد مثلا راه مريح ما عنده اي عذر اياموا نشوفوهم يعني وش يديروا يجمعوا الظهر والعاصر والمغرب والعيشق يغرم في اخر النهار ما يجوش هذا هذا الجمع في الحذر هذا يكون يعني ايام قلائل مرة في بوزمن مشي دايما طبيب مرة في من المرات يعني يجمع يعني مشي كل يوم كل يوم السبت لحد اثنين ثلاثة اربعة دايدانه يغرم الصلاوات في اخر النهار هذا لا يجوز مسافر تأمل معي مسافر راه بغي يجمع بغي يجمع بين الظهر والعاصر في وقت الظهر ولكن يعلم انه سيصل الى بلاده الى ولايته قبل العاصر هو غذي ينطلق من مدينة بالعباس الى وهران في وقت الظهر صلى الظهر في ولاية بالعباس لكن بعد صلاة الظهر غذي ينطلق مباشرة الى وهران يعني سيصل الى وهران قبل صلاة العاصر هذا لا يجمع ليرا عارف روحها بللي غذي يوصل لبلاده قبل ما يدرك الصلاة التانية ما يجمعش يقولها صلي الظهر في بالعباس والعاصر صليه في ولاية وهران لان العاصر سيدركك وانت في وران واحد يجمع كان مسافر يجمع بين الظهر والعاصر ديرو حابليه الحق متأخر وصل الى بلاده في وقت صلاة العاصر لما وصل الى بلاده او الى ولايته اسمع الاذان بتاع صلاة العاصر هو صير صلى صلاة العاصر في الجمع هنا ورع مخير صحيح هذه الصلاة اللي صلىها تكفيه لا بغى يعود يصلي في المسجد يصليها من باب النافلة مش من باب الفريضة لان الفريضة لا تعاد مرتين اختموا هذه الكلمة واحد يعني ادركه الصفر كان مسافر الحق عليه الظهر والعاصر الحق عليه الظهر هو مسافر قال نجمع جمع تقديم ولا نجمع جمع تأخير قال نجمع جمع تأخير حتى نوصل لبلادي ونصلي الظهر والعاصر يعني يسمحون ان يقول بلادي حتى نوصل لولاية تعيو ونصلي الظهر والعاصر أولا في بلعباس قال ما نصليش في بلعباس كيف نوصل مثلا المنطقة تعي نصلي الظهر والعصر لما يصلي الظهر والعصر الجمع التأخير في منطقته وش يدير يصليها ربع ركعات يصلي الظهر ربع ركعات والعصر ركعات لو جمع في مكان السفر في بلعباس كان يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين مدام أخر الجمع إلى مكان إقامته يصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وهكذا العكس هذه بعض المسائل التي تتعلق بأحكام الجمع ونظن يوم فهمنا بلل الجمع ومشي خاص غيب الصفر بل كذلك يجوج الجمع في الحذر في حالات معينة وبضوابط ذكرها أهل العلم أظنكم قد انتفعتم معنا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل وإذا ما فهمتوش عاودوا هذه الحلقة فإنها تعاد وما تكرر تقرر وفي الإعادة إفادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى